ولنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المدير العام لصندوق الزكاة دكتور عبدالسمرات أهلاً وسهلاً بك معنا دكتور كل عام وأنت بخير وصباح الخير أيضاً يعني بداية كم بلغ حجم التبرعات التي وصلت لصندوق الزكاة لدعم الغارمات وهل ما زلتم مستمرون حتى الآن بتلقي التبرعات؟ أهلاً وسهلاً بكم أختي الكريمة وصباح الخير على السادة المشاهدين الكرام من خلال قناة المملكة وكل الشكر والتقدير إلى برنامجكم الطيب وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الطاعات في هذا الشهر الكريم وهذه الأيام والليالي المباركة من هذا الشهر الكريم حقيقة هذا الشهر هو شهر الجود وشهر الإحسان والشهر الذي يتسابق فيه أهل الخير والمزكون إلى دفع زكاة أموالهم وصدقاتهم خلال هذه الأيام المباركة لأن الأجر مضاعف في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان المبارك وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان المبارك حقيقة السؤال الذي سألته أختي الكريمة عن الغارمات هناك حساب خاص في صندوق الزكاة لحساب الغارمات في البنوك الإسلامية وداخل صندوق الزكاة لمن أراد أن يودع زكاة ماله في هذا الحساب وهناك برامج أخرى أيضا من مساعدات شهرية وبرامج تأليلية وأيتام إلى آخره هذا الحساب حقيقة نحن وصلنا في هذا اليوم المبارك إلى حوالي 7500 غارمة تم إطلاق صراحهن من خلال هذا الحساب سواء كانوا بالسجون أو محكومات بأحكام قطعية ومعمم عليهن حقيقة أختي الكريمة دكتور كم بلغى حجم التبرعات؟ حقيقة وصل حجم التبرعات ما يقارب الأربعة مليون ومئتين ألف دينار لغاية هذه الأيام منذ فتح هذا الحساب يعني عندما نتكلم عن 7500 غارمة بمبلغ أربعة مليون ومئتين ألف دينار يعني لهذه المؤسسة مؤسس صندوق الزكاة التي نعتز ونفتخر فيها الجهة للحماية الإنسانية لهذه البرامج التي تصل إلى الفقير أيا كان داخل المملكة الأردنية الحاشمية حقيقة أختي الكريمة منذ اليوم الأول عمل صندوق الزكاة وحقيقة لصندوق الزكاة مجلس إدارة من سادة أكثاء علماء قاموا بالمصادقة على دفعة كبيرة من الغارمات منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك زرع الفرحة والابتسامة على هؤلاء النساء وعلى وجوه الأطفال خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك فقدم أطلاق صراحة حوالي 800 غارمة تقريبا خلال هذه الأيام المباركة من هذا الشهر نعم هذا فقط خلال شهر رمضان المبارك ولكن لو تحدثنا عن بداية العام يعني من بداية العام لغاية اليوم كم بلغ عدد الغارمات اللواتي أطلق صراحهن من السجون نعم عندما نتكلم من بداية العام لهذا اليوم حوالي ألف غارمة تقريبا حوالي ألف يعني نحن الآن السجون نتواصل مباشرة مع مراكس الإصلاح والتأهيل ودواء التنفيذ القضائي نتحدث عن أنه لا يوجد داخل السجون أي غارمة أو مدينة مسجونة دون الألفين دينار طب دكتور أحمد ألفين نعم يعني لو بالحديث عن هذه المبالغ يعني على ما يبدو بأن هناك أيضا شروط ويجب أن تتوفر في قضية هذه الغارمة حتى يستطيع الصندوق بالسداد عنها لو تحدثنا أكثر عن هذه الشروط نعم أختي الكريمة شكرا لهذا السؤال من خلال قناة الحقيقة أريد أن أبين للسادة للمشاهدين نحن قناة المملكة دكتور قناة المملكة عفوا قناة المملكة حقيقة أختي الكريمة أن هناك تم ضدها باتفاقية ما بين الدوائر والجهات ذات الاختصاص وزارة العدل مديرية الأمن العام مراكز الإصلاح والتأهيل ودائرة التنفيذ القضائي وتم وضع أسس لضبط هذه العملية منذ بداية هذه المبادرة أولى هذه الأسس ثقف المبلغ وضعنا ثقف المبلغ في البدايات ألف دينار في المدون ثم رفعنا هذا السقف إلى ألف وخمسمية فمادون بعد ذلك إلى ألفين فمادون الأمر الثاني أن لا تكون محكومة بأحكام جرمية لأنه بهمنا أمن واستقرار المجتمع الأمر الثالث أن لا يكون هناك تكرار أنه اللي استفادت العام أو أول العام خلال السنوات الماضية من هذه المبادرة وهذا البرنامج لا يجوز لها أن تستفيد حتى ما نعود برضو كمان هذه الشريحة من المجتمع إنها تكرر الاستدانة لمرات أخرى لمرات ثانية وثالثة وهلما جرى أيضا أن تكون ممن ينطبخ عليها دفع الزكاة لدينا مركز دراسات داخل صندوق الزكاة هذه الأسماء عندما تأتي من وزارة العدل ومدرية الأمن العام يتم دراستها بعناية فائقة إنه هل هذه الأسرة ما هي أسباب تعثر هذه الأسرة هل تنطبق عليها شروط الزكاة هل يوجد عندها دخل هل يوجد عندها أي ممتلكات نتأكد من كل الممتلكات الموجودة عند الأسرة فإذا ما تأكدنا أن هذه الأسرة مستحقة لدفع المبلغ نقوم بوضع هذه الكشفات وهذه الأسماء أمام مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم يتم دفع المبلغ إلى دوائر الترفيذ القضائي وإلى المحاكم الموجودة داخل المملكة دكتور كيف يمكن لأي شخص يريد التبرع أو حتى تقديم الزكاة لهؤلاء الغارمات لكن عن طريق الصندوق نعم أخت الكريمة نحن في عندنا شقين الشق الأول من خلال البنوك الإسلامية المنتشرة في داخل المملكة وأيضا داخل صندوق الزكاة الدائرة المالية هناك حساب للغارمات نعم أشكرك جزيل أشكر كنت معنا عبر الهاتف من عمان المدير العام لصندوق الزكاة دكتور عبدالاسميراتي أعطيك العافية دكتور ترجمة نانسي قنقر